بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي في درس اليوم ستتعرف عزيزي الطالب على كل ما تريد معرفته عن الألف الممدودة التي تكتب هكذا ألف عليها مدة وتنطق آمثل آثار آمال وستعرف في هذا الدرس مما تتكون هذه المدة أولا لابد أن تعرف أن أي ألف ممدودة تعتبر همزة قطع لأنها تتكون من همزة زائد همزة مثل آثار وآمال فأصلهما آثار وآمال همزة مفتوحة جاءت بعدها همزة ساكنة فسهلت وقلبت ألف وصار معا مده آثار آمال أو تتكون من همزة زائد ألف مثل آسف على ما فعلت فهي اسم فاعل من الفعل آسفة على وزن فاعل وأصلها آسف أود أن أؤكد مرة أخرى أن المدة تساوي حرفين همزة زائد همزة أو همزة زائد ألف فإذا خيرت في اختيارات وقال لك أن المدة هنا تتكون من همزة مع همزة ولا همزة مع ألف ولا ألف مع همزة ولا ألف مع ألف مباشرة تستبعد البداية بألف ألف زائد همزة تستبعدها ألف زائد ألف تستبعدها لازم همزة زائد يعني إذن الحرف الأول منها لابد أن يكون همزة والثاني قد يكون همزة أو قد يكون ألف لكن كيف نتعرف على نوع هذه الألف الممدودة أهي مكونة من همزة زائد همزة أم همزة زائد ألف هذا ما سنعرفه إن شاء الله المسألة تحتاج منك إلى فهم الكلمة التي أمامك أصولها ووزنها فكلمة مثل كلمة آسف إذا سألت أي طالب مما تتكون سيقول لك ممكن تتكون من همزة زائد ألف لأنها اسم فاعل ولكن هناك فكرة قد يمكن استخدامها كفعل مضارع أولا هنا المادة تحتمل أن تكون مادتها مكونة من همزة زائد ألف وهذا هو المشهور بالنسبة للطلاب على اعتبار أنها اسم فاعل أما الجديد فيمكن أن تكون مكونة من همزة زائد همزة وذلك بحسب ضبطها وإليك الجملتين التاليتين للتوضيح وأقول هنا قد يرى أحد الأشخاص أن كلمة الجملتين هنا تعرب مبتدأ مؤخر ويقول أن الصواب إليك الجملتان على اعتبار إليك خبر مقدم والجملتان مبتدأ مؤخر والحقيقة هنا أن إليك اسم فعل أمر بمعنى خذ والجملتين هنا مفعول به وذلك من قبيل قولهم إليكم موجز الأنباء عندما أقول أنا آسف على ما قلت هنا آسف اسم فاعل وبالتالي مكونة من همزة زائد ألف لأن اسم الفاعل على وزن فاعل فهنا آسف على وزن فاعل أما إذا قلت أنا آسف على ما قلت فهنا مكونة من همزة زائد همزة لأن آسف هنا فعل مضارع والتقدير أنا أأسف على ما قلت فخففت الهمزة أو سهلت الهمزة الثانية ألفا فصارت هكذا آسف أنا آسف على ما قلت أي آسفه فهنا إعراب آسف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وخبر المبتدأ هنا جملة فعلية أما خبر المبتدأ في الجملة الأولى أنا آسف فهو مفرد وإليك مثال آخر من القرآن الكريم تحتمل فيه المدى أن تكون مكونة من همزة زائد همزة أو همزة زائد ألف بحسب التقدير وركز جيدا قال تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرش قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين في هذه الكلمة نكتة لغوية وبالمناسبة كلمة نكتة لا تعني كلاما مضحكا بل تعني كلام فيه فكرة دقيقة لطيفة خفية فما النكتة الخفية في قوله تعالى أنا آتيك هنا يجوز أن أتعامل مع كلمة آتيك على اعتبار أنها اسم فاعل فتكون الهمزة مكونة من همزة زائد ألف على أساس أن آتي على وزن فاعل ولم تحز فيها الإسم المنقوص آتي بسبب الإضافة أنا آتيك فلو كانت غير مضافة لصارت مثلا أنا آتي إياك ويجوز أن أتعامل معها على أنها فعل مضارع فتكون أنا أأتيك به وفي هذه الحالة ستكون مكونة من همزة زائد همزة وهذه الفكرة فيها مسألة نحوية دقيقة أيضا فعندما تفسر كلمة آتيك على اعتبار أنها اسم فاعل يكون الخبر مفرد وإذا قدرتها على أنها فعل مضارع باعتبار آتيك فالخبر جملة فعلية أنا آتي مبكرا هنا آتي اسم فاعل فهو اسم منقوص حزفت ياءه لأنه مجرد من أل والإضافة في حالة رفع همزة زائد ألف إنني لآتي مبكرا آتي أيضا هي نفس الفكرة ولكن دخلت عليها لام التوكيد المزحلقة فهمزة زائد ألف لكن إذا قلت أنا آتي مبكرا قد يقول قائل أن الجملة خطأ لأنه المفروض تحزف الياء على اعتبار يتعامل معها لأنها اسم منقوص هذه الجملة صحيحة على اعتبار آتي فعل مضارع والتقدير أنا آتي مبكرا أنا أجيء مبكرا فهي هنا مكونة من همزة زائد همزة إني لآتي مبكرا والتقدير إني لآتي مبكرا فنفس الكلام همزة زائد همزة ويجوز دخول طبعا لم باعتبارها فعل مضارع أنا لم آتي مبكرا ولاحظ الفرق بين آتي بعد لم وآتي في الجملة الأولى هناك اسم منقوص فنوينت أما هنا ففعل مضارع والفعل لا يقبل التنوين خلاصة القول أن المسألة تحتاج إلى تدقيق وتركيز فآتي عندما تكون اسم فاعل فهي مكونة من همزة زائد ألف أما آتي عندما تكون فعل مضارع بمعنى آتي فهي مكونة من همزة المضارعة زائد الهمزة الأصلية مسألة أخرى دقيقة وتحتاج إلى تأمل حقيقة الفعل آمن والفعل آخذ كلاهما مادته تبدأ بهمزة فمادة أمينة في المعجم آمنة مادتها أمينة وآخذ مادتها أخذ فقد يرى البعض أن الفكرة واحدة وبالتالي ستكون نوع المادة فيهما واحدة الإجابة لا مادة آمنة تتكون من همزة زائد همزة أما مادة آخذة فتتكون من همزة زائد ألف لماذا؟ هذا ما ستعرفه مصدر آمنة إيمان وعلى هذا فإيمان على وزن إفعال ووزن إفعال يأتي من وزن أفعالة فكأن آمنة على وزن أفعالة وأصلها أأمنة أأمنة إئمان وإئمان الهمزة الثانية ساكنة أيضاً فخففت ياء هذه المرة لأن ما قبلها مكسور إئمان فأصبحت إيمان إذن أصلها إيمان أما مصدر آخذة فمؤاخذة مصدر آخذة مشهورة طبعاً آخذة مؤاخذة حتى عندما نخطئ نقول لا مؤاخذة فمؤاخذة مصدر للفعل آخذة مثل جاهدة مجاهدة كافحة مكافحة حافظة محافظة إذن آ هنا مكونة من همزة زائد ألف ولكن أود أن أنوه تنويه هذا هو الأصل باعتبار المشهور إذا سألت أي شخص ما مصدر آمنة سيقول لك إيمان وإذا سألته ما مصدر آخذة سيقول مؤاخذة ولن يقول إيخاذ ولكن إذا جاء لك مثلاً بمصدر آخذة وقال لك آخذه إيخاذاً فما نوع المادة في آخذه هنا ستكون على وزن أفعله لأنه إيخاذ على وزن إفعال وجاءت في بعض المعاجم آخذ إيخاذ ولكن قليل أنا عندما تكلمت في البداية تكلمت على المشهور آمنة مصدرها المشهور إيمان وليس مؤامنة لكن بفرض جاء لك بآمنة مؤامنة آمنت مثلاً صديقي على وديعة مؤامنة فهنا ستكون آمنة إذا جاء لي بمصدرها مؤامنة تكون همزة زائد ألف أما المشهور فآمنة إيمان تكون همزة زائد همزة ونفس الكلام في آخذه إذا قال له آخذت فلان إيخاذاً فستكون همزة زائد همزة لكن المشهور آخذ مؤاخذة فستكون همزة زائد ألف قلاصة القول آمنة وآخذ إذا سألك فيهما دون أن يأتي معهما بمصدر واضح فتتعامل مع المشهور فآمنة مكونة من همزة زائد همزة مدتها وآخذ مكونة من همزة زائد ألف قال تعالى قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين قال هل آمنكم آمنكم هنا فعل مضارع بمعنى هل أأمنكم إذن مكونة من همزة المضارعة زائد الهمزة الأصلية لأنه هو مادة أمينة فآمنكم مكونة من همزة زائد همزة ملاحظة ربما قد تلفت نظر البعض هنا قبله بعد حرف جر المصدر الظرف أم عفواً قبل وبعد إذا حزف منه المضاف إليه يبنى على الضم فهنا ظرف مبني على الضم من قبله ولم يقل مثلاً من قبل ذلك كلمة آثار وآمال مفردها آثر وأمل فجمعت آثار وأمال أصلها هكذا وقلت أن المزة الثانية ساكنة فتسهل إلى ألف في حالة إذا كان مقبلها مفتوح وتسهل إلى ي إذا كان مقبلها مكسور مثل إيمان أصلها إئمان فصارت إيمان وهنا أصلها أأثار فصارت آثار وأأمل صارت آمل أخيراً إذا كانت الكلمة الأصلية مبدوئة بألف وصل يعني الكلمة المبدوئة بمادة كلمتها الأصلية مبدوئة بألف وصل فهي حينئذ مكونة من همزة زائد ألف همزة الاستفهام زائد ألف الوصل مثل الآن وقد عصيت قبل فآآن أصلها أ همزة الاستفهام زائد ألآن ألف الوصل فتحولت همزة الاستفهام مع ألف الوصل إلى مدة وفي قوله تعالى آله أمرك يعني أمر بهذا آذكرين حرم أمل أنثيين خلاصة القول مثل هذه الكلمات عندما تكون الكلمة الأصلية مبدوئة بألف وصل مثل الآن الله الذكرين ودخلت عليه على هذه الأسماء همزة الاستفهام تتحول إلى مدة وبالتالي يكون أصل هذه المدة همزة همزة الاستفهام زائد ألف الوصل وصلنا أبناء الأعزاء إلى نهاية الشرح مع أطيب الأمنيات لكم بالتوفيق والنجاح والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته